عندي بيانين بيان من وزارة الأوقاف وبيان من نقابة الصحافين على إيه؟ على مسألة تصوير الجنازات والمآتم وما إلا ذلك طيب أنا هقرأ لكم البيان بتاع وزارة الأوقاف زي ما جه بالزبط بيان وزارة الأوقاف كان تعميما نصه كالآتي أنه نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت يمنع منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد وعلى الجميع مراعاة ذلك مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله ده كده نص بيان وزارة الأوقاف من ناحية تانية أعلن مجلس نقابة الصحفيين رفضه بل وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء دخل المساجد أو خارجها ويشدد المجلس على أنه ليس من حق أي جهة أو شخص أي كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور ومواد القانون التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة ويوضح مجلس النقابة أن مثل تلك القرارات تعد اعتداء صريحا على حق الصحفيين في أداء واجبهم ومصادرة لحق المواطنين في المعرفة يطالب وزارة الأوقاف بالتراجع فورا عن هذا القرار المخالف لكل نصوص القانون والدستور ويؤكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها وفقا للقانون والدستور كما أن وجود انتهاكات نرفضها من قبل البعض الحياة الخاصة وحرمة الموت لا ينبغي أن تكون تكئة لتوسيع نطاق التضييق والمنع وتشدد النقابة على أنها لم تقصر في مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات الخاصة بالمشاهير من خلال شعبة المصورين الصحفيين وذلك بعد جلسات استماع كان من بينها اجتماع مشترك مع مجلس نقابة المهنة التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي وتوضح النقابة أن هذه الضوابط تتضمن تقسيم تغطية الجنازات إلى ثلاثة أقسام صلاة الجنازة في المسجد ومراسم الدفن في المقابر والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها سواء إسلامية أو مسيحية كما تتضمن هذه الإجراءات يا واحدة عشان بس إيه النظارة الإخلاخت من عندي أيوة ثانية واحدة أيوة أيوة معلش يا جمعان أصلا أيوة النظارة مرة كمان هقرها لكو احنا قلنا أيوة احنا وقفنا فين يا يوسف كما تتضمن هذه الضوابط التفرقة بين الجنازة والعزاء حيث تم التأكيد على أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة يعني بصوا جماعة احنا قرنا لكو البيانين بيان وزارة الأوقاف وبيان الصادر عن مجلس نقابة الصحفيين واللي فند المسألة جملة وتفصيلا بل وأشار طبعا زي ما حضراتكم عارفين للاجتماعات اللي تمت مع نقابة المهن التمثيلية وطبعا بيمثلها في الاجتماع الدكتور أشرف زكي باعتباره هو نقيب المهن التمثيلية دول كانوا البيانين نتمنى أن الأمور تبقى هادية ومنظمة ولا أحد يريد غير ذلك ترجمة نانسي قنقر